كتوب على مواقع الاهلي انه مضى فاكرين من اسبوعكم تقولتلكوا احمد صديق بيؤكد انه مضى في الوقت للنادي الاهلي بيؤكد انه مضاش فانا قلتلكوا يعني مضى ما مضاش ايه القصة بتبقى بينه انه مضى وقلت مرة واثنين وثلاثة ان من حق احمد صديق انه يمدي الرجل عقده انتهى مع الاسماعيلي ما حدش له عنده حاجة يمدي في النادي اللي هو عايزه ويعود مرة اخرى احمد صديق لنادي زمالك بعد مكان رحل انا اسف النادي الاهلي انا اسف ان انا اقولها هو كان رحل بعدم اقتناع من حسام البدري كان انا اسف اقولها يعني كان ما معناها يعني فوق البيعة يعني شريف عالفضيل يجيب سبع مليون وهديكوا سبع مليون واحمد صديق فالحقيقة دلوقتي ان منول جزيه مقتنع باحمد صديق اكتر من شريف عالفضيل في الوقت اللي كان حسام البدري مش مقتنع باحمد صديق ومشاه وهي دي وجهات نظر مختلفة كان من المفترض أن فيه اجتماع من لجنة الكرة النادي الأهلي مبالح مع مانو الجزيه لم يجتمعوا بسبب ما يحدث في التحرير النهاردة كان فيه اجتماع اتفاق على رحيل البعض وبقاء البعض كلام بيتنطور أن مانو الجزيه مش عايز سيد حمدي مش عايز وليد سليمان مش عايز أحمد السيد ولكن ما عندوش مانع أن أحمد السيد يجدد سنة كمان الله أعلم كل كلام بيتقال هل مانو الجزيه هيفضل طيب هل في حالة بقاء مانو الجزيه هل هيوافق أن الفريق العمل اللي معاه يمشي هل النادي الأهلي عنده القدرة المادية والمالية أنه يعني يبقي على الجهاز هل مانو الجزيه هيقال للمرتبه هل هيوافق على رحيل الجهاز المعاون الله أعلم يعني أشياء كثيرة جدا ولكن التأكيد فيها أنه هيتم تحديد كل ده قبل صفر الفريق إلى مالي ده الكلام اللي خارج من جوة النادي الأهلي لأن نهاية عقد مانو الجزيه مع النادي الأهلي في شهر ستة وبالآخر الأجازة بتاعت الأهلي هيبتدوها يوم 13 13 اللي جاي ده يعني بنتكلم بعد 20 يوم فلابد من حسم تجديد أو عدم تجديد مانو الجزيه مع النادي الأهلي في خلال الأسبوع والعشر تيام الجاي طيب فيه كلام آه يعني فيه كلام على ماتش اسبانيول بس أنا بقول تقول شكرا